صرح معالي نائب وزير الخارجية السيد خالد سليمان الجار الله بأنه قد تم استدعاء سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت ظهر اليوم الجمعة في مقر وزارة الخارجية في أعقاب الإساءات التي صدرت مساء أمس عبر وسائل التواصل الاجتماعي على لسان معاون وزيرة القوى العاملة حيث نقل له معالي نائب وزير الخارجية استنكار واستياء غرفض دولة الكويت لصدور مثل هذه الإساءات ومن مسؤول رسمي في الدولة والتي استهدفت الكويت ورموزها واستطرد نائب الوزير بأن الوزارة طلبت رسميا من السلطات المصرية بأن تبادر وعلى الفور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما صدر من إساءات وإحالة من ورائها للتحقيق للوقوف على الملابسات والأسباب وراء أصدارها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة الكفيلة بردع هذه الممارسات المشينة وإعادة الاعتبار للعلاقات الأخوية بين البلدين بعدما تعرضت له من مساس وأضاف نائب الوزير بأنه قد أبلغ سعدة السفير بأن الوزارة ستتابع ما سوف تتخذ السلطات المصرية من إجراءات والتي في ضوئها ستحتفظ بحقها باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع هذه الإساءات للكويت ورموزها وإعادة الاعتبار للعلاق الأخوية بين البلدين وضمان عدم المساس بها ومن جانبه فقد أعرب سعدة السفير عن رفضه والسنكاره لهذه الإساءات بحق دولة الكويت ورموزها مؤكدا بأنه قد تلقى تصالا اليوم الجمعة من المسؤولين في وزارة الخارجية المصرية أكدوا من خلاله عزم السلطات المصرية على اتخاذ الإجراء اللازم بحق المسؤول عن هذه الإساءات